اشتركوا في القناة قصت أنني كنت صغير تركتني أمي عاشت فترة طويلة بجمعية وهلأ أنا هون تركتك أمك كيف عرفت الأول مرة أن أمك تركتك؟ هل أنت بجمعية هلأ؟ هل كنت تقول في عندك أمين مثلا؟ أنا كنت أعرف لكن لم أكن أعرفها لكن كنت أعرف أن في عند الأم المربية ولدتي ولكن كنت أسأل ولكن لم أكن لدي أريد أن أرى إلا لعمري معين أي عمر؟ ست سنين هل ولد في عمر ست سنين قادر يقول أن أريد أن أتعرف على أمي والدتني والأنجبتني؟ أكيد أنا كنت دائما أقول أن أريد ولكن لم أكن رغباني كثير لكن كنت أحب أن أتعرف أتعرف على ست سنين وكان صدمة كبيرة صدمة أنك تعرف على والدتك لأنجبتك لماذا صدمة يا جو؟ لأنه أنا كنت ست سنين قبل أن أعيش مع أم ربي ولكن إذا تعرفت على ولدتي حسنت أحد يسلخني عن شخص عينيلي كثير بحياتي وأثر ووصلني لعمر ست سنين وقدر كثير معي فبس لحسنت أن أسلخت عن شخص أنا بعزه أم لربتك يعني؟ ساعتها أثرت علي نفسيا وأثرت حياتي وقتها شفت أول مرة يا جو هل وعدتوا بعض أنه رح ترجعوا لكم تشوفوا بعض رح يصير في تكرار للقاءات؟ هي وعدتني كان في كثير وعود هي الوعود الأكثر هي الوعود اللي كمان حطمتني ليه؟ لأن أنا كنت ولد والولد أنا كنت معرفة على شخص وهذا الشخص هو أوهمني أن هو مهتم فيي أن هو بده يعمل علاقة أنا وإياه يكون في علاقة بينه وبينه كانوا مجرد وعود يعني كنت انطرها وما كانت تجي؟ كنت انطرها دائماً لماذا كنت انطرها؟ كنت ولد أكيد كنت تحس شي بيني وبينه أنه هي بالنهاية كمان ولدتي نعم يمكن كنت تحس الأحساس كنت انطرها انزل وانطر على الطريق ساعة ساعتين ثلاثة لا تجي الوالدة لا تجي ولدتي ما كانت تجي انطرت كثير؟ كثير عم تقولها بحرقة جو وقتها تعرفت على أمك بعمر ست سنين وتكررت اللقاءات تكررت هل طلبت منك مثلاً؟ أما أنت حسيت لازم تقلها ماما؟ لا أولا مرة هي طلبت منك؟ نعم بس أنا أولا مرة لا أستطيع هناك شيء يمنعني داخلها أنا إنسان بجهله من هي الأم كلمة كثيرة كبيرة وليس مما كانت أنا ما بعيد حدا لأمي إلا إذا كان هذا الشخص عينيلي هالشخص مهتم فيي ساعت أنا بعيد له ماما بس هي ولا موقف شوفت أحد أنا وصغير أنا هلأ عمري 21 سنة ولا مرة أبسط الأمور يعني عيد ميلادي عيد نوال حيالله عيد الميلاد عيد الميلاد ولا مرة عيدتني هذا أبسط الأمور هل شكت مرة أن تكون ويلدتك؟ مش مرة مرات بكثير من المرات شكت أن تكون ويلدتك وأنت كنت تشوفها ليه كنت تشك؟ يعني تشك لأنه ما فيها الرابط يعني ممكن الحكي أبوشي ما في رابط حكي شو؟ حكي العالم ليه شو كان يقول لك العالم؟ كان دل يقول لي شفنا أمك هون وشفنا أمك هون وين هون؟ على المنتوسيك شفنا أنهودي الخبرية أنا كان يزعجوني يعني أن هذا الحكي كمان كان يزعجني هل أنت يجب تعرف لي ويلدتك تركتك؟ هلأ يمكن يمكن هي كان بدأ ينجع على الدنيا بس ما كنت عرف أنه مسؤولية كتير كبيرة بس لجيت حسيت بالمسؤولية حسيت قدي هيدا الولد بده اهتمام ممكن عشان هيك أنا عمب هيدا نظريتي عمجرّب صدق عمجرّب صدق عمجرّب صدق صدقت؟ نعم ما رح صدق جو كنت تشوفها لأمك ترجع على البيت بشو كنت تتفكر؟ كنت تفكر بالمستقبل أنا الوقت ما تعرفت أمي صرت رجال شو بدك تقول؟ بدي أقول أنه أنا بجا يدوع على شغلي ما هي العلاقات العابرة قدي بتأثر على الأطفال قدي الأهل بأثروا على أولادهم قدي الأشخاص قبل ما يصيروا أهل قديش كمان يفكروا قبل ما يعملوا علاقة يفكروا شو بدوا يصير بعدين يفكروا بالأجوبة اللي رح يطرحها المجتمع أنا هلأ عم بعيش التجربة أن المجتمع يطرح علي الأسئلة اللي كانت نطرحها لولدتي يفكروا شوية بولادهم يفكروا شوية بالمجتمع يفكروا بحالهم قلت لي علاقة عابرة يعني أنت جو ضحية علاقة عابرة ممكن أين تنخبروك هالشي؟ أين تنخبروك أنت جو ضحية علاقة عابرة هني ما خبرون أننا ضحية علاقة عابرة أنا الاستنتاج تاينك ما رح يجو أقول لك بس ما في شي بتخبه كي شي رح ينعرف قلت لي قبل شوي أن صرت رجال نعم أي مسؤولية تحملت؟ أول شي مسؤولية حالي نعم كان شي مسؤولية إخوتي أنا بعدين إخويتك يعني كم عندك إخوة؟ نعم ثلاث بنات ثلاث بنات نعم إخويتك من أمك؟ من أمك؟ بس من والدتي من والدتك كمان في عندك ثلاث أخوة من أمك؟ نعم من والدتي نعم والدتك أين هلق؟ كمان بالـ SOS فوق بصفاري هل سألت أنه ليه أنا وثلاث أخوة؟ البي ليس نفس البي لا هل ما سألت ليش أنا وثلاث أخوة كمان؟ هيدا السؤال الوحيد اللي بيجهله أنا أوكي أنه أنا يمكن لقيت تفسير يمكن أنا فسرت بس لثلاث البعض ما بلاقي جواب شو بدك تقول لهم؟ لا أخوتي نعم أول شي أنا بشكر الله أنه أنا خلقت قبل أخوتي كرمال كون كمان سندي لقالهم كرمال كون ظهر لقالهم وبقول لهم أنا شو ما كانوا وينما كانوا أنا خيون أنا بايون أنا كل الدنيا نحضرني حدهم بس لهم ولا لحظة رح فكر أنه أتركهم لأنه هني بحاجة إلي ممكن فقدوا شي بس أنا رح حاول شو بتقول إن شاء الله ما يسألوني هالسؤال؟ ولا سؤال كل سؤال بسألوني بجواموني بس عد حاله عد ما بستعوب سألوك نحنا كيف جينا كمان تقونوا عليها عابرة؟ نعم نعم ما بلهم خلا شو بتقولهم؟ بلهم ممكن بايك نحب أميك بس بعدين ما ما اتفقوا أعذرني على السؤال جو ولكن وقتها بتقول عليها عابرة بتقول أنت وفي عندك ثلاث أخوة أعذرني على السؤال مرة تانية هل ممكن أقول إنه والدتك اللي أنجبتك هي فتاة ليل؟ يمكن تكون فتاة ليل يمكن ما تكون أنا مش هذا أنا شي بقرره وأنا ما أخير هم إذا فتاة ليل أنا بهمني القشة اللي صارت باين وباينة القشة اللي حملتني هون المسؤوليات اللي حملتني هون وأكتر شيء إنه عملتني الرجال أنا وصغير شو ما كانت أنا شي طاعة الدنيا وهي ما تحملت المسؤولية زدت المسؤولية علي وزدت المسؤوليات كمان بعدين علي زيادة بترجع بتقولي رجال أنا وصغير بعمر الطفولة كمان الطفل بحاجة إلى حماية معينة نعم مين كان يأمن لك إيها الحماية؟ ماما جمال هي الأم المربية كان إلا دور كتير كبير بحياتي كمان عبيت كتير فراغات أكيد بعض فيه فراغات بس كان يعني كتحس إنه فيه فيه علاقة شو فراغات اللي ناقصة كانت؟ من ناحية الأب من ناحية الأب صار لك قديم شايفة لأماما جمال جمعتين استقبل معي ماما جمال شكراً مصر خير مصر خير مادام تفضلي تفضلي يا جو مادام معيت لك ماما جمال كمان أول ما سلمتك والدته لجو جو هو صغير شو أول شي فكرت فيه؟ فكرت بالعبق فكرت بالمسئولية أو فكرت بأسوة أم أسوة أم عم بتسلم ابنها لا أقول لك يعني صراحة أول ما استلمته قلت يا ربي دخيلك خليني يحبه لأن كان جو وقت اللي أخدته كلهم يعني شايفوه يقولوا ييه كيف بده تبوسه كيف بده تغبره لأي كان كتير تعبه كان أسود 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 مش أزمر كان أسود كان وجوه في هيك تعب يعني أنه كل اللي أولي أنه يعني كيف بده تحبه يعني أول ما شايفوه اللي أخدوه شايفوه قبلي كيف جمال بده تحبله كيف بده تبوسه كيف بده تقرب عليه أنا أول ما شفته يعني أكيدة ما شفت أمه ما أكيد شايفتها وما بعرفها بس ألت يا ربي دخي لك خليني حبه لأن إذا ما بحبيته كيف بده تقبله درت تحبيه أي كيف كيف هالحب بيخلق بيكبر وأنت ما في أي رابط بيولوجيا بينك وبين جو ما بعرف يمكن رابنا هو بيعطي بيعطي هالشي نحنا أول شيء بالـ SOS يعني نتعلم أو هاي الشيء أساسية عنا أنه نقبل الولد نقبله بعدين نحبه أنهم نقبله بس نقبله نقبله هذه شغلتنا يعني أنه لازم نتقبل بمركز لرعاية الأطفال بالـ SOS كيف تنظر اليوم إلى والدة جو أنا بقل له لـ جو أنه أمه كمان ضحية ويمكن يكبره بعد بالمستقبل بقول يا ربي دخيلك هو يسمحها ويتقبل وضعها لأنها هي ضحية أنا ما في خبر هي قصتها هي مفروض هي بتحكيها مش أنا يعني أحكي عنها بس هي ضحية كمان كمان هي ضحية شو لقيتي عند جو بتقولي بالتقرير جو هو ابني اللي بحلم فيه شو لقيتي عن جو مش ممكن تلاقيه عن ولد ممكن حاضرتك تكوني أنجبتي هلا أنا عندي 30 ولد وكلهم جو لأنجبتي بس جو وقتها إجاء كان أول ببيع أنا بيأخده يعني كنت أخد أولاد كبار هو أول ولد كان عمره بهالظغر يعني مسؤولية يعني ما عندي ما مرق علي ما بعرف شو بدي أعمل بس اللي عندي شهرين هيك شهرين إيوي شوية صغيرة اللي عندي جو قلبه الكبير محبته للناس أبوله للعالم كله أده بحب يساعد العالم يعني بحس أنه في كتير مني أنا جو حتى أنا ما قدرت تردعي بقوله كمان وقتها لأم تقدر تردع ابنه هيدا في رابط كمان أساسي بالرغم من أن هالرابط مش موجود قدرت تكوني علاقة أم لابنه شو اللحظات لي ما بتنتسها بينك وبينجو هل هو الضحك قلبكي سهر الليالي يعني كتار الأشياء ما بنسيها يعني والتي جمعني فيه يعني هو أول أول ولد صغير أنا ربيته يعني أول ولد سمعت بعيدتلي ماما يعني أول يعني تخيل ماما يعني هالكلمة قده شي كبير يعني أول طفل يعني أول كلمة حكيها ماما يعني كل شيء هل تتمنى ماما جمال أنه تكون عندك ابن أنجبتي عيدتلي كمان ماما ولا مرة فكرت لأن بحس أنه أنا عندي اكتفاء فيهم فيهم كلهم يعني بكل ولادي اللي ربيتهم جو أمتى بلشت تتعرف على حالك أكتر يعني حكينا عن فترة الطفولة المراهقة على عمر 15 خمسة عشر كان مفصلي ليه شو صار بعمر 15 سنة على عمر 15 بلشت تعرف على هويت أكتر عن مين بي كانت على عمر عهيد على العمر تعرفت مين بي مين بيكون وكمانا تعرفت على عمومتي كيف صارت الشغلة بس قالوا لي من بي كانت فوق بالفلاج بس او اس كانت ولدتي موجودة والماما ومدير القرية يعني هن نسعوا الاجتماع نسعوا الحوار لأنه أنا خلص وصلت لوقت أنه بحاجة لأعرف مين أنا أين المراهق بحاجة يعرف مين بيه أم أين المراهق بحس أنه هو بحاجة إلى الأب إلى صورة الأب إلى سلطة الأب بس يكون عنده عنده كثير أشي يحكي ليها عنده كثير أفكار يتشاركوها عنده أسئلة على مشكلة الأسئلة بتنحكى كمان للأم وقت غدرت قرى الأطفال لأس او اس متلما انتقلت على عمر 16 18 سنة 16 سنة انتقلت على بيوت الشباب نعم كمان تابعة على اس و اس عاشت ثلاث سنة وقت طلعت من هذه القرية نعم بلاش تواجه الحياة نعم كيف شفت الحياة بره صعبة أسئة كثير أسئة لأنه متلما انتلك بدك تواجه الأسئلة اللي كان لازم تجاوب عليهم أنه والدتي أنا عم بوجههم بس عادة الشباب بهذا العمر بيظهروا بيسهروا بيتشاوروا مع العائلة بيتشاوروا مع الأب ومع الأم بيظهروا بيسهروا بس ما بتشاوروا مع العائلة تشاوروا مع الأم حاولت تتقرب من والدتك اللي أنجبتك اي جربت بس ما يعني هي كان رفض منها يمكن أنا جربت ثلاث مرات أنه نصلح أنه نرجع نعيد خلاص أنا بالنهاية تعبت أنه كان سنتان 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 كل سنتان نرجع من جديد كل سنتان نرجع نقرق أنه خلاص حطينا أجر ما يمكن أجعه هو هل طلبت منك السماح مثلا عن أمك شمرة نعم طلبت السماح نعم ما رفضت نعم أنا مني عمدينا ولا عم بلوما ما بدت تشتوتل بسسماح مني ما عم بلوما أنا هلا بعمر وصلت العمر كنت عم بلا أنه تركيني بحالي أنا خلاص أنا بطلت يعني بصلت العمر عمرة 18 سنة قالتلي أنا بحب أنه أحضر لك بيت حليب وأنه أنا عمرة 18 سنة بعد بحاجة من حضرك البيت حليم؟ ماني بحاجة أنا ست رجال مو محدة لوحدة بغسل تيابة لوحدة بسا عندي غير مطالية يمكن أنت تجوء في أوقات في أصدقاء المراهقة بيقولك وقتا أهلهم كتير يسألوا عنهم بيتطمنوا عنهم كل شوي في شباب بقولوا اف كتير عم بيسألوا عننا أهلنا أنت شو رأيك بهالموضوع؟ أنا بحسدهم أنه عم بيسألوا عنهم هذا نعم من عند الله أنه هناك أهل يسألوا عن أولادهم يعني كيف هل الأهل يحبوا أولادهم؟ كيف هل الأهل سهرانين على أولادهم؟ سهرانين أنه أولادهم ما ينقذوا يمكن من الشي هن مرقوا فيه كيف هل الأهل مرقانين فيه من أولادهم كمان أنهم يمرقوا بنفس الطريق جو هلأ شو تدافع بحالك تكفي بالحياة؟ أخواتي وأمي ومستقبلك أنت؟ كمان كمان قابلنا أخواتي كيف تشوف مستقبلك؟ ناجح بدك تكون عائلة؟ بتخاف من الارتباط؟ لا لحكس إذا ما بارتبط تكون خسران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر